الملك سلمان يجدد دعمه لأمن واستقرار السودان في تفاصيل هذا الخبر تقول الصحيفة جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعمه للسودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تضامنا من السعودية مع السودان وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية واتس عقب الجلسة أن موقف السعودية يجسد موقفها الثابت بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها وأشار الشبانة إلى تأكيد الملك سلمان بن عبدالعزيز على أمن السودان أنه أمن للمملكة واستقراره استقرار لها وأكد بعثه وفدا وزاريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين موسيقى موسيقى موسيقى